وحيل التلم الآن إلى سيد أحمد بلغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية فليتفضل شكراً شكراً فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والسيدات والسادة اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر وعميق الامتنان لكم سيادة الرئيس أمد خلالكم إلى شعب تونس الحبيب وحكومتها على ما أحطنا به من كرم ورعاية منذ وصولنا إلى أرض تونس الخضراء وأن أهنئكم على تببؤكم رئاسة القمة العربية في دورتها الثلاثين وأدعو الله أن يوفقكم إلى ما فيه خير أمتنا وشعوبنا كما أود أن أعبر عن عميق التقدير لما قام به جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز السعود خادم الحرمين الشريفين من جهود مشهودة وما قامت به المملكة العربية السعودية تحت قيادته الحكيمة من اتصالات وإجراءات خلال عام القمة العربية التاسعة والعشرين في مختلف القضايا والأزمات العربية التي واجهتها أمتنا سيادة الرئيس تنعقد هذه القمة ومنطقتنا العربية تسير على خيط مجدود تتشبس شعوبها بأهداب الأمل والرجاء وترفض الإنجرافة إلى اليأس عارفة بأن مكانة هذه المنطقة ودورها في صناعة الحضارة يؤهلانها لمكان أفضل مما هي عليه اليوم ما زالت بعض دولنا تنزف وبعض أبنائنا يكابدون مرارات الصراع والألام والتشريد في سوريا واليمن وليبيا بعض من أعز الحواضر وأغلى المدن العربية على نفسنا لا زالت تعيش في ظلال الخوف وتحت تهديد الميليشيات والجماعات الطائفية والعصابات الإرهابية وجميعنا يعرف أن الحلول السياسية هي الكفيلة وحدها مع نهاية المطاف بإنهاء النزاعات وجلب الاستقرار فلا غالب في الحروب الأهلية وإنما الكل مغلوب المهزوم مغلوب والمنتصر مغلوب لقد تعرض الأمن القومي العربي خلال السنوات الماضية إلى أخطر التحديات وأشرس التهديدات في تاريخه المعاصر حتى صارت جراحنا النازفة تغري كل طامح بالانقضاد وتدفع كل طامح للتدخل في شؤوننا والحق أن هذه التهديدات كلها سواء تلك التي تنهش المجتمعات من داخلها وعلى رأسها الإرهاب وانتشار التشكيلات المسلحة خارج سيطرة الدولة أو تلك التي تتربص بها من خارجها وفي مقدمتها اكتراء بعض القوى الإقليمية على الدول العربية أو نجبة الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ سبعة عقود ويزيد أقول أن هذه التهديدات كلها وهي متشابكة ومتداخلة تنبه إلى حقيقة ساطعة تؤامل أن نتحد جميعا في رؤيتها على ما هي عليه وهي أن الأمن القومي العربي وحدة مترابطة وكل واحد لا يتجزأ له عنوان واحد وقضية كبرى هي صون الدولة الوطنية الدولة التي تطبق حق الموطنة الكامل والمتكافئ للجميع كل لها حقوقه فيها وكل عليه التزاماته فيها الدولة التي تصون استقلالها ووحدتها وحفظ تكامل طرابها وسيادتها والدفاع عن حق شعوبها في العيش الآمن الحر الكريم إنما يتهدد أمن العرب في أقصى المشرق ليس بعيدا عما يواجههم في القلب أو في أقصى المغرب والعكس صحيح فالتهددات واحدة وكذا ينبغي أن تكون الاستجابة إن حاجتنا تشتد اليوم أكثر من أي وقت مضى لمفهوم جامع للأمن القومي العربي سيادة الرئيس مثل ما قلتم نتفق عليه جميعا ونعمل في إطاره مفهوم يلبي حاجة دولنا كل دولنا إلى الاستقواء بالمزلة العربية في مواجهة اكتراءات بعض جيراننا والتدخلات الأجنبية في شؤوننا ومخططات جماعات القتل والإرهاب للنيل من استقرارنا مفهوم لا يهون من خطر أي تهديد أو يمنحه الأولوية على غيره فالقضية العربية كما أسلفت قضية واحدة من نسقط إلى مراكش إن التدخلات من جيراننا في الإقليم وبالأخص من إيران وتركيا فقمت من تعقد الأزمات وأدت إلى استطالتها بل واستعصائها على الحل ثم خلقت أزمات ومشكلات جديدة على هامش المعضلات الأصلية لذلك فإننا نرفض كافة هذه التدخلات وما تحمله من أطمع ومخططات ونقول بعبارة واضحة أن ظرف الأزمة هو حال مؤقت وعارض سيزول طال الزمن أم قصر أما التعدي على التكامل الإقليمي للدول العربية ووحدتها الترابية فهو أمر مرفوض عربي بغض النظر عن المواقف من هذه القضية أو تلك كما أنه لا مجال لأن يكون لقوى إقليمية جيوب في داخل بعض دولنا تسميها على سبيل المثال مناطق أمنة ومن غير المقبول أن تتدخل قوى إقليمية في شؤوننا الداخلية بدعم فصيل أو آخر تحت غطاء طائفي لا يكاد يخفي ما ورائه من أطماع إمبراطورية في الهيمنة والسيطرة إن أزماتنا وبعضها وليس كلها من صنع أيدينا للأسف تكاد تستطيع منتهز الفرص ومقتنس الغنائم وها نحن أمام إعلان أمريكي مناقد لكافة الأعراف القانونية المستقرة بل ولأسس النظام الدولي الراسخة يمنح المحتل الإسرائيلي شرعانة لاحتلاله لأرض عربية في الجولان السوري إن الجولان هو أرض سورية محتلة بواقع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن إن الاحتلال جريمة وشرعانته خطيئة وتقنينه عصفا بالقانون واستهزاء بمبادئ العدالة إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى اغتنام المكاسب سواء في سوريا أو فلسطين المحتلة بتثبيت واقع الاحتلال وقدم الأراضي وللأسف فإن مواقف الإدارة الأمريكية الأخيرة تشجع الاحتلال على المضي قدما في نهج العربدة والاقتراء وتبعثوا بالرسالة الخطأ للشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية بل إلى الأمة العربية كلها وكأنها تحملهم عبءا فوق عبء الاحتلال ومعاناة فوق معاناة القمع والاستيطان ونهب عوائد الضرائب بالتضييق المالي والسياسي على المؤسسات الفلسطينية وهي عصب الدولة المستقبلية وخنق وكالة الأنروا التي تعالج مأساة اللاجئين وهكذا يهدف الاحتلال وداعمه إلى تقليص المقتزبات الضئيلة التي حققها الفلسطينيون من خلال التفاوض منذ عام 93 ويتلاشى أي أمل لدى الشعب الفلسطيني في أن يصير حل الدولتين وهو الحل الوحيد الممكن لهذا الصراع الطويل أملا بعيد المنال بكل ما ينتوي عليه ذلك من تهديد لأمن واستقرار المنطقة كلها سيادة الرئيس أؤمن إيمانا راسخا بأن العمل العربي المشترك ولو في حده الأدنى مثل ما قلتم يظل طوق النجاة وسط هذه الأنواء العصفة فدعونا نتمسك به ونوسع مساحته قدر الإمكان وقد شهدنا جميعا الصدى الطيب للقمة العربية الأوروبية التي انعقدت للمرة الأورى في شرم الشيخ في الشهر الماضي 24-25 فبراير وقامت الجامعة العربية وتقوم بإذن الله باحتضان منتديات مماثلة مع عدد من الشركاء الدوليين والتجمعات والتكتلات العالمية الكبرى إن الجامعة العربية تظل العنوان الأبرز والرمز الأبقى لكل ما يجمع العرب وما يوحد كلمتهم ويسمع الآخرين صوتهم الجماعي حيال كافة القضايا التي تتعلق بمصيرهم ومستقبلهم وأتق تماما في حرسكم سيادة الرئيس على الحفاظ على دورها وزيادة تفعيله مع منحها دائما الموارد والإمكانيات التي تسمح لها بالنهوض بمسؤولياتها المتعددة في سبيل رفعة الأوطان والبلدان العربية ورفاهة هذه الشعوب أشكركم ووفقكم الله إلى ما فيه خير الأمة ورفعتها ووحدة كلمتها شكرا سيادة الرئيس شكرا لكم شكرا لكم